اشتركوا في القناة اكتر واكتر هتكون معنا وحنتكلم فيها مع حضراتكم بمنتهى الوضوح بالتحديد فيما هتعلق بمنتخابنا الوطني وتصرحات كيروش النهاردة وبالتحديد كمان بعض الامور والقضايا اللي بتخص النادي الاهلي اللي هنتكلم عليها بكل تأكيد دايما متواصلين أو متواصلين تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة وبالتحديد يعني السؤال بيقول ايه؟ بيقول يعني بعد كده ما سمعتم مؤتمر الصحفي بتاع كيروش النهاردة وتتوقع مصر تختم بطولة الامر الافراقية في المركز الكام او ايه المركز اللي ممكن مصر توصله في بطولة الامر الافراقية بعد التصرحات المفاجأة ممكن ما تكونش مفاجأة للبعد في الحقيقة بس هي مفاجأة للشارع الرياضي المصري بالتحديد الجمهور المصري اللي دايما بيتمنى ان منتخبه يبقى في احسن صورة ودايما بيتمنى ان اي بطولة يخشها منتخب كبير بحجم مصر انه يفوز بيها يعني فهي تصرحات صادمة بشكل او باخر فهناخد تعليقات حضراتكم في الجزء الاخير من الحلقة من خلال تواصلكم معانا على صفحات قناة الاهلي المختلفة على سوشيال ميديا فيسبوك تويتر وانستجرام وحنشوف رأيكم ايه في الجزء ايه دي تحديدا لكن بداية دايما بتكون باهم وابرز العنوين تعالوا نشوف في ترند الاهلي القضاء يعيد العمري فاروق لمنصب نائب رئيس الاهلي وكمان فيفا يطرح تذاكر مباريات كأس العالم للاندية اما في الترند المحلي تصرحات مثيرة لكيروش قبل كأس الامن تصرحات مصيرة جدا بصراحة يعني وغريبة وكل اللي انت عايز تقوله قوله يعني فبالتالي حيب عندنا تعليق عليها مهمة جدا لاحقا يعني في جزء من هذه الحلقة حقول لحضراتكم ماتشاطة النهاردة في مختلف الدوريات نبتدي بالدورة الانجليزية كالعادة النهاردة فيه اربع مباريات اول مباراة برينتفورد مع أستون فيلا ده ماتش اتدى الساعة أربع التعادل دلوقتي واحد واحد بين الفرقتين بعد ما تقدم إنز لأستون فيلا في الشوت الأول بهدف مقابل لشيء والشوت الأول انتهت عادل برضو معنا هات الشوت برينتفورد بهدف مهم جدا بالنسبة لهم أما إيفرتون فخسران على ملعبه من برايتون بنتيجة 2-0 في مفاجأة تعتبر ليه مفاجأة؟ لأن إيفرتون بقالهم فترة مريحين يعني برايتون رجع لعبه الفترة اللي فاتت بسبب طبعا كان تفشي فيروس كورونا في بعض الفرق الإنجليزية ففي بعضهم ريح لفترات طويلة أبرزهم إيفرتون من ضمن هذه الفرق فعلى ملعبه كمان وخسران 10-0 هو واخد كبير من راحة فده أمر غريب شوية شوت الأول أيضا انتهى لأن المطشات دي ابتدت الساعة 4 وفي نفس التوقيت كان كمان ابتدى مطش ليتز يونايتد مع بيرنلي وبرنلي متقدم على ليتز بهدف مقابل لشيء لكن كمة هذه الجولة وهي مباراة بتهمنا قوي 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 مباراة تشيلسي وليفر بول في ستانفورد بريدج ملعب تشيلسي نجمنا المصري محمد صلاح أصبح مؤكد تواجده في هذه المباراة بعد ما خلاص اتأكدنا أنه هو الحمد لله سليم من فيروس الكورونا ما عندهش أي أعراض ولا عنده الفيروس الحمد لله وإن شاء الله يخلص مطشو ييجي على مصر حتى نستأدي الكاسة الأمور الأفريكية اللي احنا ما عندي ناس طموح فيها بعد تصراح الكروش لكن في كل أحوال مباراة مهمة جدا هتكون الساعة 6 ومس نتمنى فيها كل التوفيق لصلاح الدول الأسباني النهاردة ختافي لاعب ريال مدريد وفاز على ريال مدريد بهدف مقابل لشيء من خطأ فادح لميليتاو مدافع ريال مدريد اللي عام الموسم المميز وانتهت المباراة بهذه النتيجة كده ريال مدريد أصبح زي ما هو عنده 46 نقطة بفارق حوالي 8 نقاط عن المركز الثاني اللي هو إشبلية وإشبلية لسه نقص له مطشين يعني لو فازه ومشبلية يبقى فارق نقطتين بس عن ريال مدريد دوري سهل ريال مدريد بس هم مش عارف يعني بيمشوا على سطر ويسيبوا سطر أثليتكم مدريد اللي حيلعب خمسة وربع مع رايو فالكانو إليتشي مع غيرناطا الساعة خمسة وربع أيضا دي بورتيبو ألافاز مع ريال سويسيداد الساعة سبعة ونص في نفس التوقيت حتكون مباراة ريال بيتيس مع سيلتا فيجو والساعة عشر بالليل ريال مايوركا مع برشلونة اللي يعني عندهم اعتراض بشكل أو باخر بتحديد بعد تصريحات تشافي المدير الفني إن هم مش عايزين لعبوا المطش ده لأن فيه برضو حالات كتير من فيروس كورونا الكل بيعاني لكن في نفس الوقت أنت مجبر أنك تخود كل المباريات طالما فيه لوائح قبل بداية الموسم أنت كنت موافق عليها دي أهبرز وأهم مباريات اليوم في مختلف الدوريات بالتحديد الدوري الإنجليزي والأسباني نتمنى كل التوفيق في مباراة ليبربول لنجمنا المصري محمد صلاح بالمناسبة ريزيجية أيضا موجودة على دكة البدلاء في مباراة أستون فيلا مع برينفورد تعادل إجابي واحد واحد لحد دلوقتي تريزيجية ما شاركش ولا دقيقة في الدوري هو كان بيتم تجهزهم بعض المباريات الخاصة بالفريق الثاني لأستون فيلا بعد عودته من إصابة طويلة بالرباط الصليبي لكن خلاص تم التأكد من جهازيته أنه هو يكون موجود مع منتخبنا الوطني في كاس الأمم الأفريقية نتمنى له أيضا التوفيق حتى لو شارك فيه أحداث الشوت الثاني بإذن الله تعالى إحنا عايزيني نشاركه عشان نتمن عليه بشكل أكبر دي أهم وأبرز الأمور والأحداث فيما يتعلق بين مباراة اليوم هنروح لفاصل بعد الفاصل هنرجع بقى نتكلم باستفادة ونعلق على تصرحات تيروش ونتكلم كمان على الأهلي واستعداداته للمرحلة اللي جاية اللي بتتمثل في طولة كاس الربطة كبداية المرحلة هتكون صعبة جداً هيتخللها عدد كتير جداً جداً من التحديات والبطولات الهمة استنمونا بعد الفاصل أهلاً بحضراتكم مرة تانية ما كانش عندي أبداً شك أن الأهلي لما بياخد أي خطوات قانونية أو لائحية بياخدها بالطريق المزبوط اللي ما يتمسكش عليه فيها أي غلطة أو ما يبقاش فيه أي تعليق خاص بخصوص أي شيء خارج عن الإطار الطبيعي أو خارج عن اللوايح والقوانين دايماً النادي الأهلي معروف بالجزئية دي النهاردة قرار مهم جداً وحكم هام قوي قوي بالنسبة للنادي الأهلي أعضاءه وجماهيره وحقر على حضراتكم الحكم الخاص بإعادة السيد العمري فاروق لمنصب نائب رئيس الأهلي وأقول لكم الخبر زي ما حرارتكم شايفينه كده على الشاشة بالضبط قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الأهلي التي جرت يوم 26 نوفمبر الماضي والمتضمن عدم إعلان فوز العمري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتسكية وعرض أمره على الجمعية العمومية وكان العمري فاروق قد أقام طعنه وتضامن معه النادي الأهلي والذي كلف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي بمتابعة الدعوة وطلب العمري في طعنه إلغاء قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات وما ترتب عليه من أنصار كما أعلن مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عن اندمامه للعمري فاروق في دعوة وطلباته احتراما وتقديرا لإرادة الجمعية العمومية التي منحت العمري ثقاتها بأكثر من 19 ألف سوط سنقول بس مبروك للأستاذ العمري فاروق نتمنى له رب كل التوفيق هو مجلس الإدارة بالكامل برئاسة الكابتن محمود الخطيب في المهمة الصعبة وصقيلة جدا طبعا طالما أنت في مجلس إدارة النادي الأهلي فهي مهمة مسهلة إطلاقا لأن انت بتمثل ملايين من جمهير النادي الأهلي والألاف من أعضاء النادي الأهلي فمطلوب منك دايما أن انت تكون عند حسن الظن كأي عضو داخل مجلس إدارة النادي الأهلي فهي مهمة صقيلة لكن هم أدها وبإذن الله بإذن الله يدروا يحقق طموحات جمهير النادي الأهلي في كل مكان ملف كان مهمة قوي وتقفل الحمد لله وخلاص تركيز كله بقى فترة جاية في تنفيذ برنامج هذا المجلس واللي عندنا أمال كبيرة جدا جدا فيه في مزيد والمزيد من الإنجازات الخاصة بالنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية بإذن الله ده كان أمر مهم ما حبيت أبتدي بيما حضرتكم تعالى بقى نروح لجزئية أخرى غريبة شوي وهي تصرحات مستر كارلوس كيروس تصرحاته النهاردة في المؤتمر الصحفي الأخير قبل يعني رحلة الكاميرون وبطولة الأمم الأفريقية اللي احنا خلاص كده بقنا عارفين ان احنا مشراحين ننافس على البطولة طبقا لتصرحات المدير والنهاردة قال كلام كتير جدا 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 غريب وكلام كتير جدا جدا مفاجئ وكلام صادم وبصراحة بصراحة أنا بحييه على صراحته جاء أنا عجبني قوي من خلال كلامه هم شكين يعني فيه شك عجبني اللي هو كان صريح وضغري مع الناس إيما احنا مشراحين ننافس على بطولة الأمم الأفريقية احنا هدفنا الأساسي كاس العالم ان احنا نتأهل لي يعني والشك الآخر هو بيتعلق بان احنا يا جماعة منتخب مصر صح ولا لا منتخب مصر ده اللي هو ايه اللي هو اسم كبير قوي اللي هو اكتر منتخب فاس بطولة الأمم الأفريقية واكثر المنتخبات مشاركة في هذه البطولة واكثر المنتخبات اللي بتنفس دايما على هذه البطولة ومن المنتخبات اللي عندها قوام جيد جدا جدا من اللاعبين بل كمان بالعكس ده انت عندك أحسن لعيف العالم اللي هو محمد صلاح طبعا إيد لوحدها ما تسقفش لكن فيه ناس كتير جدا تساعد محمد صلاح في الملعب يعني ان انت في الآخر تقدر تجيب البطولة ان انت على الأقل يا سيدي توصل مباراة نهائية نحس ان احنا عملنا زي ايام كوبر كده لما كان في الجابون فبالتالي موصلنا مباراة نهائية اه كان نفسيا ناخد البطولة ما كانش في توفيق لكن عملت اعتبر حاجة مشيت في مشوار كان صعب وملئ بالعرقيل ومباراة كانت قوية أبرزة مباراة المغرب على مباراة بركينا على الكلام مين ده يعني ساعتها فلا مستغرب التصرحات تعالوا نسمع شوية جزء من التصرحات الغريبة دي ونرجع بقى نعلق باستفادة عليها يلا بي اطبال حاجة للسؤال الأخير إذا كنت اعتبر حاجة ساعتها أنها المسارة لم يكن هناك أحد فتبال عندما كنت أحد من قوة مختلف جديد إلا يموكا تنكس من القيادة المدرب يقول طبعاً حاجة about competitions. We cannot make agreements based on the wish of God. That's all, it's simple. But it's an important question, important question to make it clear that the main achievement of my contract and my responsibility, main, when I deal the disagreement with the Egypt Federation was the World Cup qualification. I don't want any doubts about that. No doubts about that. My contract, my main responsibility, the target of Egypt national team is qualified for the World Cup. And your question, I thank you very much, because, and I would like that everybody pay attention to this. Criss-cross with the first part of your question. You gentlemen a little bit confused about the program. and you're right. But not only you guys confuse, even us, the coaches and the federations, we confuse about the program. and you're right. Look, on 20 seconds, when we left Doha, Qatar, 21, 22, nobody was sure that African Cup of Nations will be played. Nobody was sure. There was no one convinced that he was going to be the same. So you're right about that, because I was also confused. I made at least three programs for African Cup of Nations. Three programs. We are actually, we are not going to have a little bit of a comment. It's not going to be a little bit. Because we are talking about it, it's a real topic. It's not going to be a little bit. It's going to be a little bit. It's going to be a little bit. قال له تعالى احنا عايزين نتعقد معاك. قال له ماشي يا جماعة انا وافق اتعقد معاكم شروطكم ايه. او انت شروطك ايه واحنا شروطنا مثلا ايه. احنا شروطنا احنا عايزينك تودينا كاس العالم. تمام? وده طلب طبعا منطقي بحلو اوي زي فل يعني. وهي حاجة من الاتنين بقى. هم كانوا ناسين ان فيه كاس امم افريقية. فبالتالي ما طلبوش كروش بيها. ها? يما هم مش فارقة معاهم كاس العالم. افريقيا وفارقة معاهم كاس العالم. حاجة هتيجي تقولي زي ما قال كروش كده في المؤتمر الصحفي النهاردة. ان اغلب المصريين. اغلب المصريين هدفهم الاساسي كاس العالم. لا مش اغلب المصريين. ده كل المصريين هدفهم الاساسي كاس العالم. بس كل المصريين برضو عايزين يشوف المنتخب بشكل كويس في كاس العالم. ويشوف المنتخب بياخد بطولة كاس العالم. هل احنا قليلين نقصين ايد نقصين رجل. بل بالعكس احنا كمان عندنا لعبة جمدة اول ومش ببالغ اه ممكن نختلف شكل المنتخب الاداء مش حلو الطريقة مش عارف مالها الراجل ما عندوش مرورنا تكتيكية الكلام ده كله نتكلم فيه براحتنا للصبح لكن كقوان منتخب لا عندك منتخب محتر عندك منتخب يقدر يوصلك للأدوار النهائية في كاس الأمام الأفريقية فاحنا كلنا حارسين اشد الحرص في الحقيقة ان احنا نشوف المنتخب بالشكل ده كون ان الراجل في دماغه ان كاس الأمام الأفريقية دي بطولة اصلا واضح ان هي حتندرج تحت الجانب التجريبي اللي شفناه في كاس العرب بالنسباله فدي كارسة لا دي مش كارسة بس لا دي كارسة كبيرة كمان منتخب مصر اسم كبير منتخب مصنف منتخب معروف امكانياته وتاريخه العظيم يعني فما ينفعش ان احنا نكون رائحين وهدفنا ان احنا ايه يعني ايه بنجرب كده نفسنا ونشوف عشان نصعد كاس العالم من خلال التصفيات النهائية لا طبعا ده كلام مش منطقي وكلام مش مزبوط لكن ممكن البعض يقول لك ايه هو ممكن يكون كيروش بيقول الكلام ده علشان يرفع الضغوط من عليه وعلى اللعيبة وحقول لك ده اسلوب قديم قوي بقى يعني يعني الفكر ده كابت محمود الجهري الله يرحمه كان عامل في 98 قبل ما نسافر على بوركينا قال لك ايه قال لك يا جماعة احنا هناخد المركز التلتاشر فرفع الضغوط من عليه كاعلام مثلا مصري حيهاجم حينتقد كضغوط كمان على اللعيبة كانت ممكن تبقى كبيرة جدا فاتصرف في جانب نفسي كويس لكن لو بالطريقة دي بتنفذها دلوقتي وحنا في عشرين اتنين وعشرين فده اسلوب قديم قوي 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 وصعب انه يجيب نتيجة صعب وارد بس صعب انه يجيب نتيجة وبالتالي ده ممكن يأثر بشكل سلبي جدا جدا على العناصر الموجودة في المنتخب هقول لك ده المدير الفني بتاعي طلع بيقول يا جماعة احنا مش عايزين بطولة الأمم الأفريقية فأنا يعني ههبط كده بلغة الكورة ههبط طبعا بلعب باسم المنتخب وبتاع باسم مصر اسم كبير جدا لكن لو بلاقي المدرد بتاع بيقول كده وانه هدفه الأساسي كاس العالم فأنا بالنسبة لي مش هتعب نفسي ومش حامل مجهود كبير وحركز زي ما هو الراجل عايز حركز على تصفيات كاس العالم بصوا حركز كل لقطات بصوا كم الأسماء الكبيرة جدا جدا موجودة أنا مش عمري ما هعاتب كارلوس كيروش على أي اختيارات يختارها هو ليه الحق الكامل في اختيار أي لعيب هو عايزه يعني الناس آه مستغربة استمعادة أفشا كلهم مستغربين استمعادة أفشا استمعادة طريق حامد اتنين طقال قوي قوي فرقوا معك لكن في نفس الوقت هو حر هو المدير الفني لكن احنا مختلفين معه تماما في التصرحات اللي زي دي النقطة بقى الأهم لقبل ما اطلع فاصل اللي لازم اتكلم فيها وهي نقطة ايه قال لك أنا مش عاجب وحرارتكم سمعتوا الوقت معنا مش عاجبني ببرنامج الخاص باستعداد لبطوية الأمور قال لأنا والتحاد لأن احنا مكنناش عارفين الأمور ماشية ازاي ومش عارفين الموايد هتبقى ازاي وواضح ان هو كان في دماغه ومن خلال تصريحاته برضو في لقطات تانية ممكن ما تكونش اتعرضت ان هو كان في دماغه مباراة الأهلي وبيرمتز تتلعب فخلي بلك بقى حضرتك وانت بتتفرق كده علينا وبتسمعنا دلوقتي ممكن نهاردة بالليل تسمع بعض المرامج تقولك أصل الأهلي هو اللي طلب تأجيل مباراة بيرمتز لا ما تصدقش الكلام ده هقولك ليه أول حاجة مش مباراة الأهلي وبيرمتز بس اللي تأجلت ده فيه عدد من مباراة يقترب من خمس أو ست أو سبع مباراة في الدور المحترفة بتاعتك فبالتالي لو أي حد رايح المنتخب لازم يمشي فبناء على كده ربطة الأندية حددت معاد إقاف الدوري وبالمناسبة أكتر فريق متضرر من إقاف الدوري بشكل مبكر هو النادي الأهلي هتقولي ليه هقولك ليه لأن الأهلي منجرد ما تخلص في طويلة الأمم الأفريقية عنده بطولات قد كده ومباراة قد كده فهو نفسه يشيل حاجة من عليه عشان هتيجي فترة بعد كده هتلاقي ضغط كبير جدا على الأهلي على لعبته إجهاد حنعاني من نفس السيناريو اللي شفناه السنة اللي فاتت فما تصدقش أي حد بالليل يطلع يقولك كم ده أو أي وقت يعني مش قصد بالليل أي وقت يعني تمام فده أمر كان مهم جدا توضيحه بختلف بختلف تماما مع كيروش في تصرحاته لكن أكيد بتمنى كل التوفيق لمنتخبنا في كاس الأمم الأفريقية ويعمل عكس تصرحاته دي وممكن يكون مثلا بيحاول يرفع الضغوط عن نفسه وعن اللعبة هروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نكمل يالله بي أهلا بحضراتكم من جديد عشان نعرف تفاصيل أكتر تتعلق بمؤتمر كيروش النهاردة أو كمان الأهم وهو مران المنتخب اللي بيجرى في هذه اللحظات على أستاذ القاهرة الدولي خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز محمد توفيق مرئيس القناة الأهلي من داخل أستاذ القاهرة يا توفيق مساء الخير مساء الخير عليك يا أمير تحياتي ليك ولكل مشاهدة تريند في كل مكان وكل جمهة النادي الأهلي اللي بتشاهدنا من خلالة شاشة قناة النادي الأهلي أهلا بك يا توفيق يعني خليني كده أسألك في كم نقطة مهمة وابتدي معاك بالمؤتمر الصحفي وعايز أعرف ردود الأفعال الخاصة بالنقاط والصحفيين اللي كانوا موجودين في المؤتمر النهاردة بعد تصرحات كيروش واللي أعتقد أنها مفاجأة كبيرة للبعض أو للأغلبية من الحاضرين في هذا المؤتمر إزاي استقبلوا تصرحات كارلوس كيروش النهاردة طبعاً يا أميري أنا ممكن حضرت أكثر من المؤتمر لميستر كيروش مش دوت أول مؤتمر راح درهوله فهو الراجل نفس السياسي اللي بتتبعها في كل المؤتمرات الصحفية كانت متابعة النهاردة إنه هو كل إجاباته بشكل كبير جداً دبلوماسية يمكن كمان بتسأله السؤال ما تقدرش تاخد منه إجابة محددة أمير أو الإستفصال دائماً الراجل بيأخذك في حتة تانية جداً دائماً كلامه دبلوماسي دائماً كلامه مفوش أي وعود بشكل قاطع أي سؤال بيتوجه له دائماً بيتكلم في حاجة واحدة بس إن أنا جئت من أجل التأهل لكاس العالم والمبراطين الفاصلاتين اللي هيبقوا في شهر مارس كاس العرب قال أنا رايح أتعلم ولو ما تعلمت يعني رايح أتعلم ولو في حالة محققتش الفوز كاس العالم الأفريقية يمكن أكثر من سؤال كان لي هل إحنا رايحين ننافس هل إحنا رايحين ناخد البطولة كان مقال طبعاً المنفسة صعبة لكن أنا اللي همني ماتشين مارس الموهلين لكاس العالم وحتى لما أتكلم في بند التعاقد مع الاتحاد المصر وكروت القدم هل كان الهدف الرئيسي في التعاقد معك الفوز بكاس الأمم الأفريقية ومن بعدها التأهل لكاس العالم كان برضو أكد أنه ما كانش فيه أي كلام عن كاس الأمم الأفريقية هو الاتفاق معه فقط أو الهدف اللي هو جاء من أجله هو التأهل لكاس العالم طبعاً إحنا رايحين نكسب وحناخد ماتش بماتش هنكسب الماتش وعلي كان فكر الماتش اللي هزي ليه واتكلم كمان عن المنافسة في المجموعة واتكلم عن المتخب ناجيري عن المتخب قوي جداً سبق له لصعود لكاس العالم مرات عديدة وطبعاً كل المحترفين وبلعبه في أوروبا ما فيش نكترينج نلعب وحيد أنا بس أتوفيق عايز أعرف يعني استقبال الحاضرين التصريحاته كانت إزاي يعني التصريحات بتاعته إحنا إسمعناها وقرناها وكل حاجة وشفناها بس الناس استقبلت التصريحات دي إزاي هل شايفين إن ده كلام منطقي ولا مستغربين زينا كده يمكن اللي أنا لمسته داخل المؤتمر الصحب وحطت كمان مردود الأفعال أمير إنه لأ طبعاً الناس مستقعة جداً الناس كانت مستنية تسمع إجابات محددة كمان عن اللاعبين اللي استبعدوا من المتخب كمان كان فيه كمان استياء من لما سألوه عن اللاعبين قلت إن أنا هجرب اللاعبين في كاس العرب فإنت لو خدت بالك في أكثر من اللاعب في كاس العرب إنت أخدتهم مش موجودين في قائمة كاس الأمر الأفريقية فإنت منين تريح على شأن تجرب اللاعبين ومش رايح تكسب البطولة بعدين قال التصريح أنا شايف إن لازم نقف عنده كتير جداً إنه قال إن أنا إزاي بتطلبوني نكسب كاس العرب وأنا في لعيبة أول مرة شوفهم في المطار طب إنت اخترتهم على الأنها أساس أنت المدير الفني أنت المسؤول على الإختيارات بأنها منطق بتقول إن أنا اخترت لعبين وأول مرة شوفهم في المطار التصريح ده بالنسبة لي كان أغرب تصريح النهاردة في المتمر بغض النظرة على حاجات كتير تتكلم فيها بس إزاي بتتكلم إنك إنت بتقول لعيبة أول مرة شوفهم في المطار أنت بختارهم بالفعل وطبعاً التكلم ممكن في الحاجات الإيجابية بس اللي تخصه قال يعني أنتم بتكلموني في النهائج تم مروان داود حط وجل ما حدش كان متوقع وأحمد ياسين عمل ماتش ما كانش متوقع وأتكلم عن محمد عمانعم قال ما كانش في حد في مصر يتوقع أن يلعب مباراوي قد أداء عادي فاتكلم في النقاط بس يعني كمان في سؤال نوجهه له عن أحمد رفعت أحمد رفعت من الناس اللي كانت متميزة جداً في كسر العرب وأنت اللي اخترته فإجابة زي ما قلت لك ده أسلوب دايماً هو بيجاب إجابة بعيدة جداً عن السؤال اتكلم عن أحمد رفعت أهل أحمد رفعت أنا لما سألت عنه قالت أنه مستر برادلي اختاره هو عنده 20 سنة وأنا اللي اخترته لما بقى عنده 28 سنة معجبته المستوى وقال طبعاً هو كان تصريحه حتى دبلوماسي في النقطة دي قال إن لكل اللاعبين حتى اللي مش موجودين في القائمة أنا يعني في إن شاء الله يقال لهم معي في المستقبل إمكانية للضم حتى اتكلم عن قائمة الاربعين لعب موضوع الـ 28 و 25 لعب هو أثار النهاردة قال أنا هسافر بـ 25 لعب فقط بس مش 28 لعب طبعاً تعرف إن لائحة البطولة بتنسل كل منتخب من حق السفر بـ 28 لعب ويكونوا على نفقة الاتحاد لأفريكا أو الدولة المنظمة لكن هو أثار أنا هسافر بـ 25 لعب فقط في حالة إن أنا احتاجت لأي لعبين هستدعيهم من القاهرة من هنا طيب يعني كلام مهم جداً في الحقيقة غريب للغاية فبالتالي يا توفيق عايز أسألك بخصوص المران اللي بيجرى في هذه اللحظات وأبرز ملامحوا إيه وموعد انضمام المحترفين الموعد النهائي حيكون إمتى مبدأين أمير ده المران الأول في المعسكر المغلق للمنتخب كان فيه مران خميس وجمعة وسبت بس ده كان أثناء المعسكر المفتوح نهاردة هو أول أيام المعسكر المغلق اللي بقام في أحد فنادق التجمع الخامس يمكن اللاعبين النهاردة 19 اللقاء في المران الأربع حراس الشناوي وابو جبل ومحمود جاد ومحمد صبحي بجوار 15 اللاعب يمكن المحترف الوحيد اللي موجود في صفوف المنتخب النهاردة هو عمر مرموش اللي انضم منذ أيام المنتخب إن شاء الله بقية اللاعبين هنضموا غدا يمكن مستر كيروش اتكلم في المؤتمر الصحف إن محمد صلاح إن شاء الله هيكون موجود وهيأتي غدا على متنة طائرة خاصة حجازي كمان مصطفى محمد بقية المحترفين في انجلترا تريزيجية وإن إن شاء الله طبعا كلهم بيقدوا مباريات النهاردة في الدولة الإنجليزية يكونوا متواجدين إن شاء الله يمكن المران بدأ فيه تمام الرابعة ونصف طبعا يمكن المران بدأ بعده الجمل البدنية التدريبات في نصف الملعب بعد التدريبات الأحمال اللي أشرف عليها مستر كيروش بنفسه مع الجهاز المعاون التدريبات الحراس المرموة طبعا التخصصية مع كابتن عسام الحضري يمكن كان مسموح بوجود وسائل الإعلام أول نصف ساعة من التمرين فقط بعد كده نتكلم في المؤتمر الصحف النهاردة مستر كيروش قال إن الفترة الجاية بقى فيه شكل جديد جدا في التعامل مع الإعلام خلال التدريبات الفترة الجاية من بكرة إن شاء الله وحتى يوم الجمعة لو ما وعد السفر هيكون كل يوم التدريب مفتوح أول ربع ساعة لوسائل الإعلام بشكل كامل وقال كمان الجديد إنه يبقى فيه لعبين كل يوم اثنين أو تلاتة لعبين هيضلب تصرحات للجهاز الفني لما سأل كمان أنه هو بس اللي يضلب تصرحات قال هو الطبيعي إنه في أي مكان فيه إدارة لازم يكون فيه صوت واحد واتجاه واحد كلنا شغالين فيه فطبعا الطبيعي جدا إنه أنا بس لاتكلم وكده ما فيش حد من الجهاز المعاون لكن في فترة الجاية هبقى فيه لعبين بتتكلم وأي حاجة وسائل الإعلام معايزها هتكون متاحة عشان طبعا هنحن محتاجين وسندلكم في فترة الجاية تمام يا توفيق أنا بشكرك شكرا جزيلا زي مننا العزيز محمد توفيق من استاد القاهرة الدولي قال لنا كل تفاصيل بتتعلق سواء بالمؤتمر النهاردة أو حتى كمان بمران المنتخب أنا بصراحة كده بالمطلع فاصل سريعا أوي يعني أوي مش عاجبني أوي طريق التصريحات كيروش وحاسس أنه فيها استقلال كبير جدا جدا بعقلية المشجع المصري وكمان بعقول الإعلامين المصريين وحاسس أنه هو شايف نفسه أكبر من مصر وأكبر من المنتخب أنا مش عاجبني تصريحاته من الآخر يعني بوضوح كده أه طبعا بتمناله التوفيق إن شاء الله منتخبنا يعمل حاجة كويسة في كاس الأمم وياريت ياخد البطولة ويعمل عكس تصريحاته تمام لكن أنا مش عاجبني طريقته خالص فخلينا نروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نكمل أهلا بحراتكم من جديد خلينا نشوف تريند الأهلي وأبرز الأخبار على السوشيال ميديا الحسابات الرسمية المختلفة نبتدي بالوطن سبورت ويقولوا إن المسلماني يكلف تامي أمصان بمهمة خاصة لمدة أربع أيام اللي هي يعني تدريب الفريق لحد المسلماني يجي خبر عادي جدا فطبيع يعني ماشي خدش على بعض اليوم السابع وحساوها على تويتر ويقول لك مشاركة الأهلي فيفا يطرح تذاكر منديال الأندية 2021 بالإمارات للبيع وده يعني حاجة تخليل واحد يقلأ أكتر بصراحة إن الموعيد خلاص زي ما هي والدنيا زي ما هي فهنشوف الممكن جديد يحصل في الفترة اللي جاية قال لك التذاكر هيتم طرحها بداية من النهاردة يوم 7 يناير أو من النهاردة لغاية يوم 7 يناير يعني تبدأ أسعار التذاكر من 20 درهم للجولة الإفتاحية وحتى 200 درهم للنهائي بفئة الدرجة الأولى فده خبر من ضمن الأخبار التي تتعلق بكأس العالم للأندية كان هناك خبر آخر وهو خاص بيلا كورة ومصدر بالأهلي بيقول يلا كورة لم نحسن موقف كهرباء من الأعارة وقد يستمر معنا وده خبر حقيقي ومظبوط مليون في المئة لسه ما فيش أي حاجة حسمت بشأنك كهرباء خلينا نروح لفاصل بعد فاصل نركع نكام اليوم طيب قبل ما أخذ التفاعل حضراتكم خلينا نقول لحضراتكم تشكيل ليوربول وتشيلسي في مباراة اليوم نبتدي بتشيلسي صاحب الملعب المباراة المهمة اللي هتنطلق بالضبط الساعة 6 ونص تشيلسي تشكيلاتهم زي ما حضركم شايفين كده على شاشة إدوارد ميندي في حراسط المرمى في الدفاع تشالوبا تياجو سيلفا وروديجر وفي نص الملعب أسبيري كويتا اللي بيعوض غياب جيمز وماركوس ألونسو موجود ماتيو كوفا زيتش نجولو كانتي وفي الهجوم كل من مثل ماونت وكاي هاورت وبولو زيتش اللي بيلعب مكان لوكاكو اللي تم استبعاده بعد تصرحاته الأخيرة وتصرحاته فجأة أيضا جدا 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 أما تشكيل بقى ليبربولو ده أمر يهمنا جدا نتمنى لهم يا رب كل التوفيق النهاردة في حراسط المرمى كيلر بيعوض غياب طبعا أليسون بعد إصابته بفيروس كورونا هو وفيرمينو وماتيب التلاتة هم دول اللي تم الإعلان عن إصابتهم بفيروس كورونا في خط الدفاع موجود ترينت أليكسندر أرنولد فيرجير فاندايك إبراهيمة كوناتي تساميكس نص الملعب فابينو هندرسون جيمس ميلنر سادي وماني وجوتا ومحمد صلاح في الهجوم نتمنى التوفيق لمحمد صلاح إن شاء الله يجي كده وروحنا مع نواية مرتفعة بهدف أو 2 ونهاردة في مطش تشيلسي وفولد يكون أهم بالنسبة لليبربول من ضمن أهم كمان الأخبار هو خبر بتعلق بتريزيجي تريزيجي نهاردة بيشارك لأول مرة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بعد ما ينزل في ديئة 80 بدل بيرتنالد تراوري النجم البوركيني وفي المباراة اللي خسران فيها حتى الآن فريق تريزيجي أسطن فيلا بإثنين مقابل هدف في مباراة تريندفورد نتمنى اللي وأيضا كنته فيه خلينا ناخد بسرعة تفاعل حضراتكم على سؤال حلقة المهاردة وتتوقعوا إيه المصر في كاسر أو أفريقيا على التصرحات كررش محمود الأهلاوي قال إن شاء الله المركز الأول يا رب محمود خلينا ناخد كمان شاكر محمد واللي قال إن شاء الله بإذن الله نهائي والفوز بالبطولة عندنا الإمكانيات والقدرات اللي تأهلنا للفوز بالبطولة إحنا المنتخب الأكثر حصولنا على البطولة نحن منتخب مصر نقشأ أحد في القرى الصبراء أنا بستغرم من الناس اللي بتعلق بتقول إن شاء الله خروج مصر مجمعات سؤال أنت مصري طبعا كلنا نتمنى إن منتخبنا يوصل للمبرارة النهائية وهو ده تنوح الشعب المصري اللي ممكن يكون كررش مش عارفه بشكل كل الأحوال نتمنى لهم يا رب كل التوفيق في كاس الأمم الأفريقية اللي هتنطالك يوم 9 من الشهر الجاري بإذن الله ده كان تفاعل حضراتكم ودي كمان كانت حلقتنا النهاردة من الترند استنونا في حلقات أخرى جديدة من نفس البرنامج بإذن الله إلى اللقاء